وحتى أكيد نتناقش ونشوف كيف نلاقي حل حواليس السير لأنا وليازا لأنه هذا الموضوع لازم كلنا ننتبه أنه الحياة كتير غالية والحياة كتير حلوة أننا نعيشها ضج لبنان صباح اليوم بخبر وفاة الفنان جوجل راسي شقيق الممثلة ندين الراسي وطليق عارضة الأزياء جوال حاتم جراء حادث مأساوي على طريق الحدود اللبنانية السورية خلال عودته من الشام بعد انتهاء حفل له وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة لتحطيم سيارة الراسي بشكل كامل مما يشير إلى قوة الحادث حيث لفتت المعطيات الأولية إلى أن سببه السرعة واصطدام سيارة الفقيد في الفاصل الإسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع وبحسب معلومات ذكرتها العربية أن الراسي قد غفى وهو يقود السيارة ما أدى إلى استضامه بجدار كبير على الطريق السريعة وبدوره كشف الدفاع المدني اللبناني عبر توتر عن الحادث من دون تحديد هوية الضحيتين مشيرا إلى أن عناصره استعانت بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية نظرا إلى تضرر هيكلية السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث وقد نقلوا الجثتين إلى مستشفى في بلدة تعنايل المجاورة أما الشابة التي رافقت جوج الراسي هي صديقته زين المرعبي من مواليد طرابلس وتوفيت أيضا على الفور بعد الحادث ويذكر أن الفنان جوج الراسي قد أحيا حفلا في العاصمة السورية دمشق وأنهى الحفل في ساعات الفجر الأولى وأن المنظمي الحفل طلبوا منه البقاء في الفندق والنوم ومن ثم المغادرة إلا أنه أصر على المغادرة نحن اليوم بحالة سلام وحب وحبكم كثير وفور شيوع نبأ وفاة الفنان جوج الراسي علقت طريقته عارضة الأزياء جوال حاتم عبر خاصية الستوري على واتساب قائلة ومن لحظة انتشار خبر وفاة الراسي حتى الساعة واسمه يتصدر لتراند عبر تويتر وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين والعرب قطنعوا الفقيد اشتركوا في القناة